يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى نيويورك وذلك للمشاركة في الجلسة الوزرية لمجلس الأمن تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري هذا وأوضحت وزارة الخارجية أن شكري سيلقي بيان مصر أمام مجلس الأمن في جلسته المقررة غدا حيث سيستعرض رؤية مصر وتقييمها للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة ومطالبتها بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام فضلا عن جهود مصر لاحتواء الصراع والتحذير من مخاطر امتداده إلى مناطق أخرى وخروجه عن السيطرة